اهلا وسهلا مع فيديو جديد ونتكلم النهاردة عن موضوع دورة الاستغلال النرجسي وليسميناها دورة اصلا علشان طبعا هي عبارة عن مراحل متكررة بتلف حوالين بعضها لما بيخلص المراحل بتاعته بيرجع يعيد من الاول وجديد هو ده النرجسي اه ومراحل استغلاله للضحية للضحية بتاعته اه من البداية للنهاية هو مفيش نهاية طبعا لان هي مستمر زي ما قلتلكم وهو بيعمل المراحل بتاعته الاستغلال بتاعته وبعد ما بيخلص بيرجع يلف ويرجع تاني ويكمل نفس الموضوع مع الضحية برضو هنتكلم النهاردة عن دورة الاستغلال النرجسي وازاي اه النرجسي بيتعامل مع الضحية في الموضوع ده الكلام ده طبعا احنا بنتكلم عنه علشان نبقى عارفين احنا بنتعامل مع الناس ازاي ونقدر ناخد فكرة عن الشخص اللي انت بتتعامل معاه او اللي احنا بنتعامل معاه هل هو فعلا دي علامات نرجسية او علامات شخص النرجسي ولا لا عشان نلحق نفسنا بدري بدري بدل ما نتورد في العلاقة للنهاية كذلك برضو الناس اللي هم يعني اتعرضوا فعلا للعلاقة دي كاملة وتأزوا منها ازياء كبيرة يقدروا حتى يعالجوا نفسهم ويفيدوا نفسهم ويفيدوا اقاربهم او الناس اللي مختلطين بهم ازا كانت بنتك او ابنك او اي حد يهمك في الموضوع ده انك انت تتعرفوا ايه هو مقبل على ايه والعلامات عاملة ازاي فلازم كل واحد عنده فكرة عن المشكلة اللي احنا اللي هو مر بيها علشان يقدر يفيد غيره وينصحه نصيحة مزبوطة عايزين اتفق يا جماعة زي ما قلت من شوية ان العلاقة النرجسية علاقة مستمرة وعلاقة لا نهائية الا ازا انت اللي انهيتي العلاقة لو انت اكتشفت فعلا ان انت متورطة في علاقة سامة اما لو انت ما اكتشفتيش او ايا كانت الاسباب اللي منعتك عن انهاء العلاقة السامة ديت هتفضل مستمرة طول طول العمر مدى الحياة هتفضل مدى الحياة موجودة معاك بتستنزفك نفسيا وجسديا وكل حاجة وماديا وكل ما انت عايزة تقولي اقولي يعني ازا كانت طبعا ازا كانت ستة او راجل يا جماعة عشان برضو نبقى متفقين العلاقة الشخص النرجسي ممكن يكون ستة وممكن يكون راجل وممكن يكون ابن او ابنة او اب او ام او حما او اي حد اي حد بنتعمل معاه في حياتنا هوارد ان يكون هو شخص النرجسي عايزين نبقى متفقين برضو ان احنا دلوقتي العلاقة النرجسية دي يا جماعة مش علاقة بمعنى المفهوم لان العلاقة بتبقى علاقة طبيعية اما دي علاقة مش طبيعية فما بتسماش علاقة بتبقى اسمها استغلالية علاقة استغلالية لان النرجسي بيفتقد كل التعاطف شخص يفتقد التعاطف يعني ما بيحسش بمشاعر الاخرين يعني مش هيتجاوب ولا هيتعاطف معهم في اي تأثر ازا كان فيه اساءة حصلت لهم او تعرضوا لمشكلة معينهم مش هيحس بيهم اصلا فهو عايش حياته كلها على ان هو المترفع عن الاخرين وانه بينزور للناس كلها على انها اه مش من مستوى ولا دون تفكيره ولا في اي حاجة خالص ما يشبهش اي حد الناس بالنسبة للنرجسي يا جماعة هي يا دوب حاجة بتغزى عليها عايش على على التغزية او على انه بيمص في دم الناس دي بيمص في مشاعرهم وبيمتص كل طاقتهم الايجابية علشان هو اصلا بيفتقر للحاجات دي هو مفتقد الكلام ده كله فبيتغزى على الناس دي هما بينزباله الناس دي الضحايا دول بيدولوا الاحساس بالانبهار وان هو متميز وان هو حاجة كفء جدا وانه حاجة مش موجودة في الدنيا فهو ده اللي بيتغزى عليه هو عايش عليه النرجسي النرجسي عاوز دايما اللي يمدح فيه واللي يميزه واللي يعمله بمعاملة فوق البشر وفوق اي حد مش زي اي حد فهم الناس بنسباله المسمة ده ان هو بيستغلهم فقط عشان يحقق اه الحاجات اللي هو بيفكر فيها وبيطمح لها اه بيستغلهم يعني واحد مستغل واحد حاسس انه مفيش حد زيه فلازم يستغل كل اللي حوالي التحقيق ده علشان دايما يفضل متميز بينه بين نفسه يعني بيفهم نفسه ان هو فوق الناس وانه هو متميز جدا وعنده شعور بان هو بالعظمة والجمال وكل حاجة حلوة فيه هو وان هو لازم يتعامل معاملة مختلفة خالص عن اي حد فبالنسباله كل الناس عبارة عن ادوات للتحقيق ده كل النرجسي محتاج من الناس اللي بيتعامل معهم او اللي بيرتبط بهم بعلاقة ان هما يشعروا بان هو اه ان هما امتداد له ان هما ما لهمش اي قيمة جنبه ان هو هو المتفرد بكل حاجة هو المنفرد بكل القرارات وبكل التفكير وان قراره الصائب وان تفكيره هو الصح وهم يسبحوا بحمده فقط يعني هما اللي يقولوا اي امين هو يقول ولا تضلين هما يقول وراه امين فالعلاقة النرجسية يا جماعة اللي بين النرجسي وبين ضحياته هو اللي بيشكلها وهو اللي بيرسم خطوطها وهو اللي بيوجهها حسب هواء هو مش حسب اه الشخص المقابل له او الشخص اللي ومرتبط بيه بالعلاقة العلاقة كاملة بتبقى متوجهة بالكامل عن طريق الشخص النرجسي هي بالنسبة له عبارة عن اللعبة اللعبة ديت عبارة عن ان هو بيبدأ يعمل او زي الصياد كده زي ما بيقولوا بيحط الفخ للفريسة بتاعته بطريقته بيزبطه بيخلي الفريسة تنجازب ناحية الفخ وبعدين بعد ما بتقع في فخه يبدأ يكلها او يبدأ يتبحها بالدبح ده اللي هو الايهانات بقى والاساءات والكلام ده كله حتى لو النرجسي ينجح في كده جماعة ان هو يوقع ضحية كل يوم يوقع ضحية في شباكه فهو برضو ما بيشبعش وما بيتعبش ويدوب بيبقى عنده شعور بالسعادة او بالا ان هو قدر يعمل حاجة نشوة انتصار بتبقى عنده بيقدر يحس بيها لفترة يعني قصيرة مش طويلة وبعد كده بيبدأ يزهق ويدور على حد التاني فهي دي دورة الاستغلال النرجسي هنتكلم عنها بكل التفصيل زي ما قلنا يا جماعة النرجسي متعدد العلاقات فبيفضل كل يوم مع ضحية شكله وكل يوم بيبقى مع اكتر من كزا ضحية مش كل يوم ضحية وبعد ما يخلص عليه يخش على اللي بعدها لا هو ما بيسمحش النفس النوع يقعد يدور على ضحية كل يوم لا هو بيشتغل على كزا هدف بيشتغل على على كزا اتجاهه علشان كده النرجسي يا جماعة بيناقي ضحية بيختارهم بعناية شديدة مش اي حد بيقع ضحية للشخص النرجسي هو بيناقي وبيختار كويس اوي الناس اللي عندهم مميزات وعندهم وناس نكحة في حياتها آآ وصفات حلوة هي مش عندهم علشان يحس بانه انتصر وانه احسن منهم فاول مرحلة جماعة معنا في مرحلة آآ مراحل دورة الاستغلال النرجسي هي مرحلة الاغراق العاطفي او آآ انه يغرق الضحية بالرومانسية والحب والمشاعر الجميلة اما المرحلة اللي بعد كده وهي انه يبدأ يسحب الاهتمام بالضحية هيبدأ يبطل تماما الآن الكلام الحلو والكلام الجميل اللي هو بيديه للضحية المرحلة التالتة وهي انه هي إبدا يتركها تماما اللي هي الالقاء والتخلي هيبدأ يترك الضحية ويصمد تماما في التعامل معها والمرحل الرابعة بقى اللي احنا بنتكلم اللي هي لا نهايةٍ انه هو هيبدأ يحاول يستعيد الضحية مرة تانية. وهنتكلم عن مرحلة مرحلة كده بالراحة علشان نقدر نفهم كل مرحلة ماشي ازاي. المرحلة الاولى جماعة اللي هي مرحلة الاغراق العاطفي. مرحلة الاغراق العاطفي ده جماعة مرحلة صعبة جدا ان حد ينجو منها. لان انت بتتعرضي او بنتعرض لمرحلة اهتمام او كمية من الاهتمام غير طبيعية. كمية اهتمام بقى وحب واطراء ومشاعر ووصف في محاسنة بشكل كبير جدا بطريقة انت نفسك يعني ممكن الواحد يحس بان هو الموضوع مبالغ فيه اه لكن مش هتقدر محدش يقدر ينكر ان هو بحتاج للمتح والكلام الجميل. محدش يرفض ابدا الكلام الحل. فهو كمان زاكي جدا وشاطر جدا في المرحلة دي. لان هي دي اهم مرحلة بالنسبة له ان هو بيوقع بالضحية في الفخ بتاعه. ان هو يحاسسها ان هي مفيش منها وان هي كلامها كله صح. وجمالها فتان. والرأي اللي بتقوله صائب جدا. انا كنت فين من زمان ويا ريتنا تقابلنا من زمان. انا بصراحة ما كنتش متخيل ان انا احب حد زيك او اه بتكلم برضو على جماعة ما تاخدوش كلام برضو على المذكر او المؤنس. انا بتكلم على شخصي. اه ان انا يعني ما كنتش يقدر ادور في الدنيا كلها ولا بفيت الدنيا كلها مش هلاقي حد زيك. وما كنتش هقدر الاقي حد يحبني بالشكل ده او فيه المميزات الجميلة دي. كمية اغراق من في المشاعر الجميلة لا حدودية وما لهاش نهاية. هتلاقي نفسك كاملة جدا ومثالية من كل ناحية. يعني كل حاجة فيك جميلة. طبعا ده يعني اه اه حاجة هتبهرك جدا هتلاقي نفسك منبهرة جدا بالشخصية اللي قدامك. ورد فعل طبيعي جدا ان انت هتتعلق بيه لان انت هتنجازبي للتمييز وانه بيميزك وبيحبك وبيقول عليك كلام حلو بيه كمان بيزبطك جدا في الموضوع دوت انه بيخليكي اه تحسي بمشاعر انت تحسي انك طائرة من على الارض يعني ان الكلام طبعا اه يا ريتني قابلنا قابلنا من زمان انا ما كنتش متخيل ان قابل واحدة زيك. كلام كبير جدا وكلام جميل قوي النرجسي بيقدر يتعامل بيه. النرجسي بيدي لك فكرة عن نفسك انت نفسك بيوتش متخيلها. انت كل حاجة فيك تمام وكل حاجة مزبوطة وكل حاجة جميلة وكل حاجة بتقولها صح مية في المية. ما فيش غلطة فيه كزي ما بيقول. طبعا بعد ده كله انت كده بالنسبة له فتاة احلامه يعني هو اصلا ما كانش يحلم على حسب ما هو فاهمك ان يقابل واحدة زيك. فمن الطبيعي هيبقى في حب. يعني الكلام اللي هو بيقول لك ده اصلا معناه حتى لو ما قلقش انا بحبك كلمة صريحة او صرح لك بمشاعره صريح. انت كده كده بتفهمي خلاص والكلام معناه كده. النرجسي بيعتبرك بالنسبة له في المرحلة دي فرصة. هو بيفاهمك كده. بيفاهمك ان انت فرصة زهبية ما كانش يحلم ان يقابلها في يوم الايام. يعني هو خلاص لف في الدنيا كلها ولقى اللي بدور عليه دلوقتي. المعاملة اللي بتتعامل بها الضحية في الوقت ده جماعة بتكون معاملة فائقة. معاملة رهيبة جدا. معاملة لاحق. مفيش حد يتحملها. هي بتتخيل ان هي بقى آآ خلاص مفيش حد يحبها بالشكل ده. فهي كده يعتبر لقت هي اللي هي بتدور عليه. مفيش واحدة في الدنيا او واحد بيقرأ الاهتمام او الاهتمام الفائق. الواحد بيحب بيحس ان هو برضو آآ الناس بتحبه والناس بتشكر فيه وبتمدحه والكلام ده كله. ما بالك بقى بواحد جاه يعني بيفهمك ان انت مفيش منك في الدنيا. فهي كمان بتعتقد ان هو هو ده فتح احلامها. هو ده فارس احلامها اللي جي ينقذها من ازا كانت هي بقى عايشة كويس او عايشة وحش لكن هي خلاص كده اللي هي بتدور عليه كله لقاته. طبعا يا جماعة كل الكلام ده بيكون كذب مش كذب ان الشخصية ما فيهاش الصفات دي لأ الكذب اللي هو الخداع. الخداع اللي هو بيقول فيك الكلام الحلو ده الحتى لو هو فيك اللي هو طبعا زي ما قلتلك بينقي الضحية بتاعته ما بياخدش اي حد. فانت اكيد فيك الصفات اللي هو بيقولها دي ولكن هو بياخد داعك عشان يجزبك له. عشان يوقعك في الفخ بتاعه. هو ما يقصدش الكلام ده بجد ان هو معجب بيك حقيقة او ان هو منبهر بيك فعلا ايوه هو انت مبهرة فعلا ولكن هو كان يقصد بكده ان يوقعك في فخه عشان تبقي ضحية له. المشكلة كمان ان هو بيتكلم في ناس قالول يا جماعة النارجسي بيشوفوا منه كلام وحاجات تعتبر بتثبت اللي هو بيقوله ان هو مدرك فعلا اللي بيقوله ان هو اللي بيقوله ده صادق فعلا هو بيحبها فعلا او بيعتقد ان هي انسانة فوق الوصف اه هي بيثبت لها بحاجات معينة كده عشان تتصدق مالها تقعي في الفخ ازاي? لازم تكون مصدقة ان دي مشاعره ناحيتك فعلا. المشكلة بقى ان النارجسي بيقدر يمثل كويس قوي ان هو مقتنع بالله بيقوله. يعني هو بيتكلم الكلام بيقبقى مصدقه في المرحلة اللي هو بيقديها دي علشان يوقعك في الفخ بتاعه. علشان كده هو نفسه بيصدق اللي هو بيقوله. النارجسي كذاب لدرجة انه بيصدق كدبه. كذاب والغش بتاعه بيصدقه. فهو طبعا مجرد ان هو بيملاكي بكل المشاعر الجميلة دي والصفات الحلوة اللي بيشكر فيك بها. هتيجي بقى المرحلة اللي بعد كده اللي هي اول غلطة هتعمليها. مجرد ما هتعملي اول غلطة وممكن تعتبرها مش غلطة كبيرة اي غلطة. لان دي مراحل زي ما قلتلك في حياة النارجسي. اول ما تيجي اول غلطة زي ما قلتلك هيبدأ يسيبك تماما ويبدأ يتخلى اه يبدأ يسحب الاهتمام اللي كان بابهرك به وغرائك بالمشاعر الجميلة اه وهيبدأ يسحب الكلام ده كله منك. فجأة هيتغير مية وتمانين درجة. تخيلوا على اول غلطة مية وتمانين درجة هتلاقوا بني ادم تاني خالص. زي ما قلتلكم يا جماعة المرحلة الاولى دي هي اخطر مرحلة وهي الاغراق اللي عاطفي ده لان هو مفيش حد هيقدر يتحمل او يقاوم المشاعر دي كلها. فهتقع فريسة سهلة جدا في ايد. معظم الناس بتقع فريسة سهلة في ايد النارجسي. انا بتكلم عن الشخص النارجسي. مش اللي بيمدح فينا عشان بيحبنا فعلا عشان ما نفهمش غلط. اه فاي اي حد هيتعرض للموضوع ده هيقع على طول في ايد النارجسي وتبقى فريسة مش تقدر تقاوم الحاجات دي كلها. للأسف يا جماعة المرحلة دي وهي اخطر مرحلة وللأسف ما حدش بيقدر ياخد باله في الحكاية في الحتة دي. يعني انت معلش مش هنقدر نقول ان حد يقدر ياخد باله ان الشخص ده انارجسي من الكلام الجميل اللي هو بيعمله ده كل. لان دي مرحلة كلها اهتمام بالغ ومرحلة حب رهيب. وحاجة كده ولا في الخيال زي ما بيقول. فصعب جدا وانا بقول لكم مستحيل حد يقدر ينجو من المرحلة دي. صعبة جدا. ما حدش يقدر يقاوم الانبهار يا جماعة في المرحلة دي. انت بتنبهري بيه الاغراق العاطفي اللي هو آآ ملاكي بيه وما لا حياتك بيه. علشان زي ما قلت لكم من شوية ان اي حد في الدنيا بيحب يحس بالحاجات دي. بيحب يحس بالمشاعر دي. بيحب يحس بالاهتمام والحب وانه مفضل عن الناس تانية كتير. يكون بالنسبة لشخص معين هو كل اهتمامه وهو كل حياته. آآ فجأة انت بتلاقي قدامك شخص بيحب كل حاجة فيكي. كل حاجة حتى لو فيكي بعض العيوب اللي ممكن تكون آآ انت عارفاها في نفسك. هو كمان هي تقبلها. هتلاقيه متقبل انه لازم يكون دي مرحلة الفخ يا جماعة. الفخ ده لازم يكون حاجة حلوة علشان تجذبك بالكامل. فانت مش هتقدر تقومي انه معجب بيك بالكامل حتى بكل صفاتك وكل حاجة فيك. النرجسي محترف في الموضوع ده. النرجسي بيعرف جدا يجذب الفريسة للفخ بتاعه. فموضوع ان انت يندحك عليكي في الموضوع ده يا جماعة ده ما يدلكيش انك انت تلومي نفسك او ان انت تزعل من نفسك علشان ان انت وقعت في الفخ ده اي حد زي ما قلتلكو اي حد مش هيقدر يقاوم المرحلة بالذات المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الاغراق العاطفة دي. ما حدش يزعل نفسه ويقول ازينا واعت زي المغفل او المغفلة او توصف نفسها بان هي اا اا على قدر من الغباء او او النبي وكانتش زكية بما يكفي لها يا جماعة الموضوع صعب وكبير جدا على اي حد او على اي انسان عاطفي او اي انسان طبيعي. طب هو ازاي بيقدر اتعامل معاك بالاحترافية ديت وبيقدر يقول لك على كل اللي انت بتحب تسمعيه ويقوله لك. هو طبعا كده كده بيبقى يعني مش ما نقول بقى انه مذاكر لا هو بيبقى كده كده مهتم بيك بشكل كبير بيتابعك على وسائل التواصل اجتماعي بيشوف صفحاتك بيشوف اهتماماتك ويكلمك عنها ويكلمك بيها وانه بيحبها. يعني هيشوف كل الحاجة اللي انت بتحب بيها ويعملها كل الكلام اللي بتحب تسمعيه وهيقوله لك. دي حاجة طبعا لازم يكون دارسها كويس قوي يعني هو دارس شخصيتك كويس قوي وبيعود يسألك بقى ويسمع منك كتير فانت حضرتك بتعود يعني تتكلمي معاه بكل سلام وبكل نفسية سليمة وتعاطف. يعني هو زي ما قلتلك قبل ما يبدأ مرحلة الاعداد للفخ دي اصلا قبل ما يبدأ مرحلة الاغراق العاطفي بيكون حفزك تماما. بيكون عارف عنك كل حاجة ويعرف كل تفاصيل حياتك والحاجات اللي بتحبيها عشان يقدر يوصلها لك. طبعا اول ما بيدخل بقى في المرحلة بتاعت الاغراق العاطفي اللي احنا اتكلمنا عنها اول مرحلة دي بيبدأ يسألها عن اهتماماتها وعن اللي بتحبه وليه ما بتحبوش بيه مرحلة استجواب زي ما بيقولوا بيبدأ يتعامل معها بقى ايه بيخزن بياخد كل المعلومات دي منها مباشرة مش مش بيكتفي باللي هو سمعه في الوسائل التوزل بقى وكده لا هو بيبقى عارف عنها اهتمامات عشان يبدأ يستدرجها للفخ بتاعه بعد كده ما بتقع في الفخ بتاعه بيبدأ في اه اثناء مرحلة الاغراق العاطفي بيبدأ يتعامل معها بالموضوع ان هو يسأل ويسمع يركز معها كويس قوي في اللي هي بتقوله لان هو اللي بتقوله ده هو كل حياتها وكل اسرار ممكن تحكيله كل حاجة عن حياتها انت طبعا بعد ما وقعتي في الموضوع بتتعاملي مع الانسان ده على انه محل ثقة وانه هو مفيش منه في الدنيا وراجل مسالي جدا او انسان او شخص اللي وانا رجيس يا جماعة مش راجل بالذات او ست اه انسان مسالي وفوق مستوى الشبهات زي ما بيقول فبتبدأ تحكيله كل حاجة في حياتك بيبقى فيها اسرارك علاقاتك باهلك علاقاتك بصحابك ويبدأ يعرف كل نقاط ضعفك عن طريق الكلام اللي انت بتكلميه مع ده الحاجات اللي بتتمنيها والحاجات اللي نفسك تحققيها طموحاتك الحاجة اللي ما بتحبهاش الصفات اللي بتحبيها اكتر والصحابك الصحاباتك اللي بتحبيها ودي ما بتحبيهاش ودي فيها صفات قد كده كل حاجة عن حياتك انت بنفسك هتحكيله المرحلة دي يا جماعة اللي هي بتخليه بيبدأ بقى يقرب منها تماما بيقرب من الضحية قوي ويبدأ يخليها هي كمان تقرب منه لا شعوريا يعني هي اصلا هي اللي بتحس من نفسها انها عايزة تبقى معاه باي شكل من الاشكال عايزة دايما تبقى معاه وعايزة تسمعه وعايزة تكلم معاه فهو هيتزبط العلاقة دي جدا وهيوطد ويقوي جدا الرابطة دي العلاقة اللي انا بتكلم عليها اللي هي علاقته بالضحية الجديدة انه هو هيحاول يقرب على قد ما يقدر ويخليها هي كمان ترتبط به بشكل كبير جدا علشان يجهزها للمراحل اللي بعد كده المرحلة التانية جماعة في مراحل او دورة الاستغلال الانرجسي وهي مرحلة سحب الاهتمام فجأة بتقومي من نوم الصبح بتقومي تاني يوم بتقومي بيبقى لسه معاك مبارح كويس وفجأة تاني يوم تلاقيه تغير تماما وتلاقي حاجة تانية خالص تلاقي ما فيش اي اهتمام ما فيش اي مشاعر ما فيش اي حب خصوصا ان انت خلاص بتبقى في المرحلة السابقة اللي هي بتاعة الاغراق العاطفية بتبقى خلاص بقيت مرتبطين ببعض الارتباط كامل وانت نفسك بتبقى مشاعرك بالنسبة له في السماء يعني تخلاص وبيبقى ما بيرفعش ايده عنك او ما بيبدأش المرحلة التانية قبل ما يطمن تماما انك ما بيبدأش يرفع ايده عنك خالص او يبدأ يعمل مرحلة ساحب الاهتمام غير لما يكون مطمئن تماما ان انت خلاص اه تأكدت تماما ان هو ما فيش ملكيش حد في الدنيا غيره وان هو اه فارس احلامك وهو الحب الخرافي المعجزة اللي انت كنت بدور عليه تمام المرحلة الخطيرة اللي احنا فيها دلوقتي المرحلة التانية اللي هي مرحلة اه التهزيق بقى يبدأ يقلل من امتك ويبدأ ينتقدك على الفاضي وعالمليان بالرغم ان انت كنت مبارح كنت في السماء بالنسبة له كنت فتاة احلامه وان ان انت كنت حاجة رمز للكمال بالنسبة له وانه ما فيش حد زيك هيبدأ يعمل عكس تماما ما كان بيعمل هتلاقي نفسك مضطربة ما انتش فهم ايه اللي بيحصل ازاي كان مبارح بيقول لي كزا والمهاردة بيقول لي الكلام دوت المصيبا هو هينطقد كل حاجة قالها قبل كده يعني كل حاجة قالها او مدح فيها هيقول عكسها المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي بتاعت سحب الاهتمام دي يعني هيتقلب هيبقى على النقيد تماما يعني هيتغير هيبقى حاجة فيه منتهى السوق هتبقى بالنسبة له هتلاقي نفسك بالنسبة له حاجة سيئة جدا امال مين اللي كنت بتتكلمي معان بارح دوت معرفش هو الشخص ده تبدل لكن بنفس الشكل مش ممكن انت نفسك هتتصدمي من اه كمية الاهانات اللي انت هتتعرض لها هينتقد لبسك هينتقد شكلك اه كلامك طريقة كلامك اللي كان بكاد بالنسبة له حاجة وهمية المشكلة كمان ان هيبدأ يبقى فيه سخرية هيبدأ هيبدأ التاريق عليك كتير اه على اي حاجة وعلى اي هفو هتعمليها اي حاجة هتعمليها حتى لو كانت حلوة كانت حلوة بالنسبة له هتستغرب جدا ان هو يعني بيسخر منها وكمان اي نجاح هتحقق ايه هيقلل منه بعد ما كنت بالنسبة له الانسان النكحة الانسان اللي مفيش منك المشكلة انه مش هيجيب كلام جديد المشكلة انه هيجيب نفس الكلام اللي كان بيقوله قبل كده على صيغة متح دلوقتي هيبقى كله اساءة وسخرية ونقد لأ وكمان هيبدأ يقولك كمان ايه بقى انت ازاي تعملي كده لا انت المفروض تعملي كده لا انت يعني عكس تماما مكان بيمدح فيك يعني وليكن مسلا طريقة كلامك هيقولك لا انت لازم تغير طريق كلامك بعد ما كانت طريق كلامك دي بنسبة له حاجة مبهرة وكان مبهور بيها وكان بفهمك ان هي حاجة ولا في الخيال هتبدأ تحسي بان العاطفة اللي كانت بينكو والارتباط الرهيب اللي كان بينكو هيبدأ يختل هيبدأ يحصل في بعض هتلاقي ان هو بينسحب من حياتك بعد ما كان آآ ماليها بكل المشاعر اللي احنا تكلمنا عنه هيبدأ يشعرك بان انت فعلا خلاص ما عطيش مثالية بنسباله ان انت ما عطيش لكي اي قيمة عنده بعد ما كانت العكس تماما كل ده علشان يبدأ يدمر ثقتك بنفسك وتشك في نفسك وتصرفاتك علشان يحاول يخليك يشغلك في ان انت تبدأ يوهمك بانك لازم تتغيري وان انت ما بقتيش زي ما هو فاهم وان انت كده خطأ وكل حاجة في حياتك غلط فلازم تتغيري ولازم تغير كل تصرفاتك المصيبة الاجبر ان كل ده بدون اي هدف بدون سبب هتلاقي ان كل ده بدون سبب بدون سبب مباشر يعني انت هتحس ان فعلا انت هتبقى متأكدة انك ما عملتش حاجة تستدعي كده المشكلة زي ما قلتلك هو بينتقد اللي كان بيمدح فيه يعني ما بيقولش ما بيفجأش بتصرف جديد في حياتك او حاجة بيفجأ بيه لأ ده بيتكلم على الحاجات اللي ابهارك بيها واللي كان معجب بيها ومبهور بيها وخلاص وكان مقتنع بيها هيعرفك وهيبديلها تماما اه في دماغك ان كل اللي كان بيشكر فيه ده وحش كل ده كان غلط زي ما قلت قبل كده انت بتقعي بتبقى في مصيبة كبيرة طبعا بتفاجأي وبتتصدمي بتقعد اللي بقى تلف حولي نفسك وتفكري يا طرى انا عملت ايه ومعقول الكلام ده بجد لا معقول الكلام ده اللي بيقولي ده صح هو انا فعلا كده دي الحقيقة بتاعتي فعلا وهو ده بقى موضوع ان هو شككك في نفسك وفي قراراتك وفي تفكيرك ان انت هتقعد يبقى تفكري تعيدي كل المرحلة اللي فاتت من اولها اللي هي المرحلة الاغراق العاطفي دي وتفكري ايه اللي كان فيها بكل تفاصيل هتقعد يتفكري طب لما انا عملت كده هو كان كان مبسوط وما انا عملت كده كان منباهر بيه ايه اللي غيره المرة دي هتقعد تلف حولي نفسك كده هوت ودماغك مش هيبطل تفكير وكل اللي انت فيه ده هوت انت بتدور على سبب كل اللي تبحث والوقات لنفسك في انك تبحث على ايه اللي درك كل ده عشان تدور على سبب انت تكوني عملتيه علشان فعلا تدي لنفسك او تدي له المبرر للتغير اللي هو في ده طيب نقف هنا بقى عند النقطة ده يا جماعة على ان هي دي المرحلة الفاصلة في حياة العلاقة بينك وبين شخص نرجسي احنا قلنا المرحلة اللي قبل كده صعب ان انت تقوميها وصعب ان حد يقدر ياخد باله ان الشخص اللي بيمدحه وبيشكر فيه بالشكل الفضيع وبيحبه ومخليه مسائلي لدرجة فائقة بالشكل ده ان يكون بيخدعه محدش يقدر يستوعب ولا يصدق الكلام ده طب انت فجأة بقى لقيته تغير بالشكل ده دورك انت ايه بقى المفروض ان انت كده يعني برضو بتكلم عن اهتمام بالغ وفائق انا بتكلم على الخداع يا جماعة اللي هو الاهتمام البالغ والفائق وتاني يوم تلاقي عكس ما تقالي مبارح الكلام والتفاصيل وكل حاجة كنت يعيشها معاه هتلاقي بيقولها هي لكن عكس ما قالها مبارح فهمها يعني يعني الموضوع مش موضوع ان انا اكتشفت موقف جديد او احنا كحياتنا مع بعض ابنكتشف بعض كل يوم ولقي كنت معجب بحاجة النهاردة اكتشفت فيها حاجة تانية انا مش معجب بيها بكرة لا يا جماعة ده هو هيشككك في نفسك في ان انت اصلا ما كنتش كويسة من الاول طب هو كان بيقول انت هتقول لنفسك طب هو كان بيقول لي كده ليه هي دي النقطة اللي انا عايزك تقف عنها عندها اللي هي دي هي دي عارفين الشمس لما بتظهر هو ده ان انت بتعرفيه على حقيقته بتعرفي الشخص ده على حقيقته مفيش كلام خلاص انت ده تأكيد كامل بان الشخص اللي معاك ده مش طبيعي انسان مش طبيعي واحد بيقول كلام النهاردة وعكسه بكرة وبعدين مش مش النهاردة وبكرة وبعده لا ده مرحلة ده كانت فيه مرحلة وفجأة تاني يوم تلاقي عكس مكان هي دي النصيحة اللي انا ما نصحها لأي حد ان يفكر كويس قوي في النقطة دي وهو في المرحلة دي ان الشخص اللي معادي فعلا غير طبيعي وشخصية سامة وهو انت فيه فخ دلوقتي وانت عندك دلوقتي اقدري تلحق نفسك في الوقت ده لو استمرتي في العلاقة اللي بالشكل ده اي حد يا جماعة مش حد معين اي حد يستمر في علاقة بالشكل ده وبيهين نفسه وبيأزي نفسه وبيسيق لنفسه فانت عندك الدنيا بيانت يعني الموضوع بيان زي الشمس الحقيقة يعتبر دلوقتي واضحة تماما ان الشخص اللي معاك ده شخص سيء بلاش نقول نرجسي واحنا ما نعرفش المصطلحات انت كده عرفتي ان الشخص ده بيغشك وانسان مالوش مفيش ثقة انت ما تقدرش تسك في واحد زي ده النهاردة كان بيقولك انت جميلة لا بكرة يقولك لأ انت كنت وحشة مش ممكن يعني لازم في المرحلة دي هي دي المرحلة التانية ده جماعة المرحلة الفاصلة في حياتك وفي حياة اي انسان بيمر بعلاقة مع شخص غير طبيعي هي علاقة نرجسية لكن انا هفترض ان الشخص الطيب اللي زي حالتنا مسلا الضحية مسلا ما تفهمش يعني ايه نرجسية وما تفهمش الكلام ده كله يوم ما تقوم الصبح تلاقي نفسك او تلاقي نفسك في تغير الشخص اللي انت كنت معاه او اللي انت كنت معاه مية وتمانين درجة تهرب بجلدك وتنفد بجلدك على طول من العلاقة دي لان دي اللي بعد كده دمار اللي بعد كده المراحل اللي بعد كده دي دمار طيب نكمل بقى المرحلة اللي احنا فيها اللي هي بتاعة سحب الاهتمام الصدمة مرحلة الصدمة اللي هي بالنسبة لك ان انت بتفاجئ بانك شخص عكس ما كان بيقولك على طول هتبدأ انت تتكلم نفسك وتفكري زي ما قلنا اه ايه اللي انت عملتيا خليها عمل كده فتقوم تجري بسرعة تدوري وتروح تصلحيه بدون سبب وتروح تدوري على انك ترجع العلاقة تاني زي ما كانت باي هيبقى كل همك انك ترجع زي ما كنت وتعيشي الاحلام اللي انت كنت عايشها قبل كده هو هيعمل ايه بقى معاك هيبدأ يرجعلك هيعمل ايه بقى هيقولك كلمتين من بحر من كلام كان حلو بيقول يعني حاجة كده زي اللي بيقولك بيسحابك بيها تاني طبعا انت ما هتصدقي مجرد ما يقولك كلمة حلوة فانت ما هتصدقي كلمة واحدة حلوة من وسط اه قلوف الكلام اللي كان بيقوله لك حلوة او ايا كان طريقة التعامل اللي كانت اه مبهرة بشكل رهيب يا دوب هيديلك حاجة فتفيد كده علشان خاطر يضمن بعد كده ان انت هيعودك بقى هو كده بيعودك على ان لما يسيبك انت هتجر ورا تدور عليه وبعد انه هو يسيب يديلك فتفوتها كده من الحاجات الحلوة اللي انت بتحبها تقوم انت جاي على طول جار يرجع له تاني وهو ده اللي النارجسي بيدور عليه ان هو يرمي ويرجع انت تجري تدور عليه يقعد معاك شوية ويرجع يرميك ويترجعي له وهكذا هي دي دورة الاستغلال النارجسي هو دي دورة حياة النارجسي ان هو ما بيسيبش ضحية غير بقى يعني بعد الشهرة بقى تموت بقى يكون خلاص انتهت الحياة انتهت منها من جسمها خالص فخلاص يا كده مش يعرف فيعمل مع حاجة انما طول ما هي عايشة طول ما انت عايشة انت ضحية لنارجسي ومش هيسيبك مهما حصل. المشكلة بقى ان انت خلاص كده رجعتيله بعد ما رمالك فتفوتة من الحاجات اللي انت اللي اتفقنا عليها ديت هتبدأي ترجعيله اه ما انت مقتنع بان هو سبب حياتك وسبب وجودك مش هتقدر تتخلى عنه او مش هتقدر تستغنى عن وجوده في حياتك. تبقي دي رايحاله وانت مقتنع ان ما ينفعش ان انتو تسيبوه بقى. لان ده بكل تأكيد طبعا المرحلة اللي هي الاولانية كان مغرقك في الحب والاهتمام والسعادة فانت كنت سعيدة كنت مبسوطة. اما بعد عنك كنت حزينة فهو كده بيعودك على ان قربه منك هو السعادة وبعده عنك الحزن. فانت ما فيش حد بيحب يبقى حزين. هتبطل يتحاولي دايما ان انت تعمل له كل اللي هو بيحلم بيه وتنفزه له كل طلباته. برغم ان انت ما بتعملش حاجة اصلا غلط. يعني انت هتلاقي نفسك في حيرة ما بتعملش اي حاجة غلط تخليه يعمل معاك كده. هو كل الموضوع ان هو بيقنعك بينك وبين نفسك عشان بيجهزك للمراحل اللي بعد كده ان انت لا يمكن تفكري تبعدي عنه تماما. لا انت لو حتى سيبتيه شوية انت برضو اللي هتتعابل ان انت متعلق بيه اكتر. هو مش متعلق بيك. هو بيمثل عليك. انما انت اللي مشاعرك حقيقية. انت اللي بتحب فلانه متعلق بيه. فبيعودك على ان انت دايما كل ما تبعده عن بعض شوية انت اللي تدور عليه. وتجري وراه وما تستغنيش عنه. الحاجة التانية برضو ان انت مجرد ما بيعودك على الطريقة دي فمجرد ما يطلب منك اي حاجة انت هتنفذيها عشان تبقى مقابل لوجوده في حياتك. يعني هيبدأ يستغلك برضو. مش هيبدأ وكده كده بيستغلك. فهو انت رجعتيله رمالك فتفوتة رحت انت راجعه. آه خلاص لما هيعطبك شوية او انت هتعطبي شوية هيلعب بمشاعرك شوية. طيب انا محتاج كزا باي شكل من الاشكال بقى بالطريقة جهنمية من طرقه. هتنفذيها له مهما كانت. مهما كانت. هو عودك على كده خلاص. بتيجي بعد كده المرحلة التالتة اللي هي الالقاء والتخلي او البعد والتجاهل وان يتركك تماما. هو خلاص انت كده رجعتيله المرحلة اللي قبل دي. انت دورت على ايه اللي مزعله? ايه اللي خليها بعيد عنك? ورمالك الفتفوتة اللي اتفقنا عليها وقلناها. فارجعتيله. خد منك طلب منك طلبات معينة ايه ان كانت الطلبات. تختلف بقى مادية جسدية اي حاجة. خد منك اللي هو عايزه. خلاص هيقوم يرميكي تاني. هيبدأ بقى يرميكي. يتركك تماما ويبعد عنك خالص. هو خلاص كده يعتبر كل يوم بيتأكد اه بعد المرحلة السابقة اللي حصلت دي. اتأكد ان انت خلاص متعلق به مش تقدر تعيشي من غيره ونجحت نجح اسلوبه في ان هو يسيطر عليك سيطرة كاملة. فهو خلاص كده انت كمان حققتله الطلب اللي هو عايزه. خلاص هيبدأ يسيبك بقى لان هو ضمنك خلاص. طيب هو سابك ليه بقى حضرتك? هو مساكيش خالص. لأ هو سابك علشان هينشغل بقى شوية مع ضحية تاني. لان زي ما قلنا هو متعدد العلاقات ومتعدد الضحايا. لازم يكون معي ناس تاني. هو طبعا مش هيقولك انه رايح عشان يسيبك عشان رايح لضحية تانية. لأ هو هيسيبك عشان يجهزك للمرحلة اللي بعد كده. اللي هي آآ اللي هي المراحل السيطرة والبهدلة. المراحل اللي احنا قلنا عليها اللي انت لو ما بعديش في المرحلة التانية اللي قبل دي. يبقى انت هتتبهدل وهتتعب جدا. هو ده اللي هو بيجهزك له بعد كده. فهو دلوقتي بينشغل مع ضحية تانية بحيس ان انت الضحية دي تحل محلك اسناء ما انت غايب عنه. وفي نفس الوقت لما يجي ينفذ مع الضحية الجديدة. آآ مرحلة الالقاء والتخلي اللي احنا بنكلم عنها دي. يبدأ يرجع لك يبدأ يشوف ضحية تالتة. المهم ان هو هو ده اسلوب انرجسي في في المرحلة دي بالزالة. يعني هو حاليا نشغل مع الضحية التانية اللي هي بدالك. المرحلة اللي انت مريتي بها قبل كده اللي هي مرحلة الاهراق العاطفي والشعور الرومانسي الرهيب اللي انت عشتي. انت دلوقتي مكانك هيبقى فيه من دلوقتي هيبقى في اخر القيمة. هيسيبك خالص يعني ما فيش اي اهتمام من ناحيتك آآ من ناحيته ليك خالص مش هيحس بيك اصلا. هتلاقي نفسك كده آآ يجي تجي كلميه ما يردش عليك. تجي تتصل بيه ما يتوصلش معاك. المهم انه هو هيسيبك خالص بعد ما كان الاول مهتم بانه كل يوم يكلمك كل يوم صباح خير مساء الخير كل يوم الحاجات اللي هي التواصل الجنوني او اللي هو المرحلة العواطف الكبيرة او دين يا كل حاجة هتبقى كل حاجة في حياته. لا دلوقتي انت ولا لك اي قيمة عنده. حضرتك دلوقتي نزلتي لسابع ارض. بعد ما كنت في السماء فوق دلوقتي خلاص هو آآ نزلك للهاوية زي ما بيقوله. زي ما قلنا يا جماعة المرحل المراحل الجاية اللي هي المرحلة دي هو المرحلة اللي بعدها مرحلة ضمار شامل للضحايا. مرحلة التخلى والالقاء دي يا جماعة بيختفي من حياتك تماما. بتعيش اسوأ ايام حياتك. طبعا انت ما عملتيش حاجة في المراحل اللي قبل كده وعقبك وسحب الاهتمام بتاعك. آآ بتاعه ليكي. فطبعا انت عملت كل اللي تقدر عليه. عملت كل حاجة واكتر يعني وما فيش حاجة ما عملتهاش. فهتبدأ تكلمي نفسك بالفعل. حرفيا هتكلمي نفسك. يعني ايه اللي انا عملته? لأ اول مشكلة انك بتلومي نفسك الاول. يعني بالضحية يعني ما بيتكلمش من انبهاره بالشخص النرجسي. شخص النرجسي ده مبهر جدا يا جماعة ومخادع بشكل باشع جدا. لدرجة انهم سيطرته على مشاعرك انت هتفكر ان انت لعب عندك انت والخطأ عندك انت. هتقعد تجلدي في نفسك وتلومي في نفسك. هو انا ايه اللي انا عملته? وايه اللي انا حصل مني علشان يعمل معايا كده? ده انا عملت كل اللي هو عايزه ونفزت له كل اللي هو طلبه. اي حاجة هو عايزها انا عملتها. ليه هو عمل معايا كده? زي ما قلت لكم المرحلة دي هتبقى يعني مرحلة مسيئة جدا ليك نفسيتك هتتدمر حياتك هتبقى صعبة جدا هتنقلب رأسا على عقب. عشان كده انا قلت لكم قبل كده النقطة الفاصلة في علاقتك بشخص زي دوت انك تجري في المرحلة اللي فاتت. اللي هي مرحلة انه هو اول ما يسحب اهتمامه مية وتمانين درجة انك انت تهرابي. لان بعد كده اصعب من دلوقت. المشكلة بقى ان هو هيبقى مسيطر تماما على مشاعرها وعلى تفكيرها لدرجة ان اي حاجة هتحصل حواليها هيكون مرتبط بيها. يعني اي حاجة هتحصل زي مسلا اه راحة مكان معين كانوا بتقابلوا فيه هتفتكروا. اه سمعت فيلمه معين سمعوه مع بعض هتفتكروا. كل حاجة في حياتها هتفكرها به. وهي دي اصعب مرحلة جماعة في مراحل البعد لما بيتخلى عن الضحية لان هو بيربطك بكل حاجة في حياتك به. اي حاجة في حياتك مرتبطة به هو. لدرجة حتى لو سمعت ما ازيك هتفتكره هو. اه اي حاجة في حياتك اه تصرف معين كلام معين هيفكرك به. لان هو ربط نفسه كويس اوي بكل حاجة في تفاصيل حياتك. فانت بالنسباله دلوقتي اه اه خلاص انت كده مرتبطة به بشكل فظيع هو بنسبالك ادمان وزي ما المدمن بيبقى مستحيل او من الصعب جدا ان هو يبعد عن المخدر اللي هو بيتعطاء او اللي هو بياخده. وبيبقى في عنده زي اعراض انسحابية كده. الالم. ولما بيبدأ يقل الحاجة اللي هو مدمن عليها او متعود عليها في جسمه. فيبدأ جسمه يتعب ويتقلم بشكل بشع. الالم بتبقى رهيبة جدا. كذلك لما بيبعد عنك النرجسي او شخص النرجسي السام دوت. بتتعرضي لالام نفسية وجسدية وكل حاجة في حياتك هتنقلب. اه حالها مية وتمانين درجة. كل حاجة هتتغير في حياتك. كل اللي انت فيه دوت وهو عايش حياته عشرة العشرة ومبسوط جدا وسعيد جدا. ليه بقى? لانه بيقضي وقت لطيف مع ضحية جديدة. انت بالنسبة له ما بتشكل لهش اي اهمية ولا اي اه حاجة خالص في حياته. انت ولا حاجة في حياته. انت مجرد مرحلة في حياته. اداة. اداة بتحقق له. اه حاجات معينة في حياته. بيتغزى عليها مشاعره نفسها بتتغزى عليها. هيسيبك بقى تتقتلي اه نفسيا وتتقتلي جسديا وتبدأ يتكلم نفسك مظبوط وتتدمر نفسيا حياتك كلها تبدأ تتدمر وتتلخبط. لحد ما تيجي المرحلة اللي بعد كده اللي هو استعدتك تاني ويبدأ اه يكون هو بينفز بقى المرحلة اللي قبل دي مع الضحية اللي كانت معها. يبدأ هو يسيبها ويبدأ هو يكمل معاك المراحل بتاعته. هو حياته كلها عبارة عن مراحل تدمير. مراحل تدميرية ومراحل مسيئة. المرحلة الرابعة اللي احنا هنتكلم عنها الاخيرة بتاعت مراحل دورة الاستغلال الانرجسي وهي استعادة الضحية. انه يبدأ يرجعها للفخ بتاعه تاني. هي حاليا استوت. يعني خلاص يعني ما عادتش متحملة. كل حياتها متلخبطة ووقفة على شعرة زي ما بيقول. اه ان هي خلاص حياتها متلخبطة ما بتفكر كتير ما عادتش مركزة ولا في شغلها ولا في بيتها ولا في حياتها ولا في اي حاجة خالص. ولا في دراستها. فيبدأ يحاول رجعها تاني لعلاقته معه. المرحلة دي بقى عايز اقولكو عليها ان انت خلاص هتبقي فقدت الامل. قربت تفقد الامل في انه يرجع لك تاني او يرجع يفكر فيك تاني. فهو انت في مرحلة دلوقتي هتبدأ يتهياء نفسيتك اوتوماتيك بدون ما تحسي هتبدأ يتهياء نفسك على التعود على انه مش موجود. هو هيجيلك بقى في النقطة دي في الوقت ده. الوقت دل هو انت خلاص يعني قربت تفليتي فعلا من ايده. اللي هو بعد ما نفسيتك اتدمرت وحياتك اتدمرت بسببه. لا انت خلاص هتبدأ تعتادي الانسان زي ما بيعتاد الالم. انت برضو تقلمت فترات طويلة جدا وبيسيبك فترات طويلة مش فترة يعني يوم ولا اتنين ولا اسبوع. لا وبيسيبك ممكن ان توصل بشهور. ما فيش مشاكل خاصة. يكون انت بقى حالك بقى عامل ازاي? يكون حالك بقى غير الحال. فها بيجيلك في وقت يعني قاتل بالنسبالك. بتكون انت خلاص على وشك ان انت يعني تضيع منه تماما او يفقدك. فهو مش هيسمح ان هو يفقدك زي ما قلتلك. فهو كمان يعني فاهم مشاطر اوي في انه يختار الموعيد وكمان عارف ومعه اسبابه ومعه جاهز. هو جاهز بكل حاجة. بيختار الوقت كويس اوي لان اختيار التوقيت بالنسبة النارجيسي ده حاجة بارعة جدا. انه يقدر يجيلك امتى? ويتسحب منك امتى? يبعد عنك انت ويرجع لك تاني امتى. فجأة هتلاقي النارجيسي بيرجع لك وبيتواصل معك تاني. فجأة. لأ والجمال بقى في الموضوع ان هو حيرجع لك ولا كأنه عمل حاجة. ولا كأنه حصل حاجة. ايه الجمال اللي احنا فيه دوته? ولا كأنك اه كنت غايب فين ولا كنت ايه عم في ايه? ما فيش الكلام ده بالنسبة لهم ما بيعترفش او ما بيواجهش بالمشكلة اللي كان عملها او ان هو بيعد ليه او مش ليه هيتعامل بطبيعية تاملة. لا وهيرجع لك بقى ايه? الابهار كامل. يعني هيبدأ يرجع لك تاني كلام الجميل والوش الجميل والابتسامة الرائعة والكلام الحلو اللي انت برضو افتقدته مش افتقدته ده انت يعتبر الربط تنسيه. المشكلة بالنسبة لك حاليا برضو ان انت جاهزة على اي حاجة. مستنية منه اي كلمة حلوة. المشكلة كمان ان انت هتصدقيه. هيقول لك اي حجة هابلة من حججه هو معايا حجة كتير وجاهز. لانه لازم يكون معايا حجة لغيابه. غيابه الطويل اللي غاب بيه عنك دوات لازم يكون جاهز حاجة وحاجة وجيهة جدا وانت كمان هتتلكيكي وما تصدقي ان هو يقول لك حجة ومعاك كلمتين حلوين من عنده انت واقعتي تاني في الفخر جاتي له تاني. اه ممكن جدا انه يعترف لك انه كان غلطان. عادي جدا. عندوش اي مشكلة. المهم انه هيرجعك تاني. المهم انه هو كل هدف هو انه يرجعك. اه ده انا كنت غايب ده انا كنت عملتها كزا ده حصال لي كزا. ايا كان بقى الحجة ما مش هنقول امثلة. المهم ان انت هتصدقي الحجة اللي هيقولها. بالاضافة لان انت منتظرة منه اي يرجوع وانت فعلا محتاجة لان حياتك متضمرة بقى لك شهور. حتى لو انت رفضت عودته من اول مرة هو خلي بالك مش هيسيبك وهو عنده صبر مالوش حدود وعنده اسرار انه هيحقق هدفه. والهدف المراضي انه هيسترجعك تاني للعلاقة معاه. فهو مش هيزهق ولا هيمل ولا هيكل لانه يطردك ويرجعك تاني للعلاقة. مرة مش هترضي تسمحي. التانية مش هترضي تسمحي. هيقول لك انا غلطان. انا سمحيني. انا عرفت غلطي. انا لا انا انسان مش طبيعي. انا شكل كده فيه حاجة. المهم ان انت تقتنعي بان هو اللي حصل ده على غير قراطه. وان هو المهم يعني ان انت النهاية هدفه ان هو هترجع له. وهو ده المطلوب. وده اللي هو بيشتغل عليه وهيشتغل لحد ما يحققه. طيب يا جماعة انت هنفترض ان انت رجعتي. رجعتي له. هو غالبا بترجع له. دي بقى المصيبة الكبيرة. والمقساء الفضيعة اللي هتحصل لك. ان انت اه هو منق الموعيد اللي انت بيتعامل معاك بها ونقى الوقت اللي هيرجعك بها للعلاقة. عارف ان انت هتموتي على اي حاجة ومحتاجه ومحتاجه وجوده في حياتك. باي شكل. باي شكل من الاشكال. اه المرحلة القادمة دي مرحلة قاسية جدا عليك لانه هيبدأ يتعامل معاك بمنتهى الاسوأ في الانتقام لانه هينتقم منك. هو مش هيعملك حب كده باستمرار. لا انا قلنا قبل كده ان النرجسي ما بيستمرش في في علاقة. العلاقة بتاعت النرجسي الكلام الحب اللي بيقوله ده الهدف معين عشان يحققه. هو لما قلهولك في البداية كان عشان يوقعك في فخه. ولما قلهولك برضو دلوقتي كان علشان يرجعك للعلاقة تاني. مش معنى كده ان هو تاب. لأ النرجسي لا يتوب عن اللي هو بيعمله. ما تنسيش ان هو دلوقتي معه ضحايا تانية. او تفتكر يا جماعة ان النرجسي بيقعد بضحية واحدة. ده معه ضحايا تانية وهو يدوب لما رجعلك كان يدوب بيستريح عندك يعني زي اللي بيقوله. بيستريح كده على ما يهيأ التانية لانه التانية برضو بتتعاقب دلوقتي. اللي انت مرتي بقبل كده هي التانية او التالتة او بمختلف الضحايا او العدد. انت مرحلة بالنسبة له انت جاي النهاردة هيكمل معاك لحد ما هي التانية تكون استوت ويروح لها برضو ويسيبك تاني. كده كده هيسيبك تاني وترجع المراحل اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي. تتكرر في شكل دواير. اه عملت لف. انت مش هتبطلي. الموضوع مش هينتهي على كده. وخلي بالك المرة دي لما هيسيبك هالموضوع هيبقى مؤلم جدا. وهيبقى اسرع من المرة اللي فاتت. يعني هو فضل معاك فترة معاك المرة اللي قبل دي قبل ما يسيبك. لأ المرة دي هو رجع لك. قعد معاك اسبوع شهر على ما قبلت ان انت ترجعيله. مش هيكمل معاك وقت طويل وهيبدأ يسيبك تاني. المهم ان التأثير للعودة ده جماعة هيبقى على الضحية فضيح جدا وهيبقى مضاعف. كل مرة بتبعدي عن النرجسي وترجعيله بتكون القلم افزع واقوى واشد من المرة اللي قابلها. عشان كده انا بقول لكم اه هي مرحلة معينة كده انت لو ما اكتشفتيش ان انت في علاقة مش كويسة مع شخص غير طبيعي او شخص نرجسي. وما هربتيش بسرعة هيكون الالم فضيع ويكون الدمار اكبر وممكن ما يبقاش يعني العلاج هيبقى صعب جدا او ان انت تدارك المشكلة هيكون صعب هيكون نفسيا بقى وممكن ماديا وازا كان فيه ارتباط زوجي او اولاد او كلام ده هتبقى فيه خسائر كبيرة. عشان كده انا بقول اه من البداية احنا بنفهم الناس على قد ما بنقدر بس طبيعة العلاقة ديت وطبيعة الناس دي بتبقى عاملة ازاي? وما حدش يدخل الدنيا ببعضها برضو يقول ان احنا بنتكلم على مشاكل وبنعمل البيوت ومش البيوت والكلام ده كله. احنا بنتكلم في علاقات نفسية غير طبيعية. علاقات آآ مضطربة. علاقات ملهاش علاج. اللي بنتكلم عنه ده مش ممكن يكون مشاكل طبيعية. الضمار بيبقى كبير يا جماعة على الضحية اللي نتعرض للي احنا بنتكلم عنه ده. ضمار نفسي شديد جدا وفيه يعني نمازج كتير قوي. اه ممكن تقبلوها في حياتكم. تشوفوا الدمار اللي وصلت له ايه الناس اللي وصلت المستشفى وناس اللي حاولت تنتحر. الناس اللي يعني حياتها كلها تتدمرت. موضوع موسيق بشكل بشع جدا. ويعني اتمنى النهاردة ما كنش طولت عليكم الفيديو يا جماعة بس كان ضروري لازم نتكلم في الموضوع ده النهاردة عشان الناس تبقى فهمة طبيعة العلاقة بتبقى شكلها ازاي مع الشخص النرجسي السام ده. بشكركم ويا رب اه تكونوا استفدتم بالفيديو ومنتظر تعليقاتكم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.